انخفاض متوقع على درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة وأحوال جوية غير مستقرة نهاية هذا الأسبوع التفاصيل بعد هذا الفاصل في النشرة الجوية الأسبوعية إذن يتوقع أن تتأثر بعض مناطق المملكة باندفاع لهواء ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد في المناطق الشمالية من المملكة مما سعمى على انخفاض متتالي في درجات الحرارة في تلك المناطق خاصة في ساعات الليل بينما تسود للمملكة أجواء مستقرة في عموم هذه الأيام عدا أن هناك توقعات بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع نبدأ هذه النشرة الجوية الأسبوعية بتوقعات الأحوال الجوية يوم الأحد إذ تكون الأجواء بوجه عام مستقرة في كافة المناطق بعض الغبار الخفيف في المناطق الوسطى درجة حرارة العظمى في العاصمة الرياض 37 درجة نموية 37 أيضا درجة نموية في جدة 28 درجة نموية في تبوك 28 درجة نموية في الحدود الشمالية 34 درجة نموية في الدمام والمنطقة الشرقية وتكون حوالي 24 درجة نموية في جبال جنوب غربي المملكة مع أجواء كما ذكرنا مستقرة في كافة المناطق يوم الأثنين لا تغييرات هامة على الحالة الجوية سوى أنها ستنخفض درجات حرارة بشكل لافت في المنطقة الوسطى كما ذكرنا والشرقية بالإضافة لإنخفاض درجات حرارة في ساعات الليل في المناطق الصحراوية المكشوفة والمفتوحة في مناطق عدة من شمال المملكة تزداد قليلا فرص طول الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة تسجل 34 درجة نموية درجة حرارة في العاصمة الرياض وتكون 33 درجة نموية في جدة 30 درجة نموية في تابوك 29 درجة نموية في الحدود الشمالية و33 درجة نموية في المنطقة الشرقية وتبقى حوالي 24 درجة نموية في جبال جنوب غربي المملكة لا تغييرات هامة على الحالة الجوية يوم أثرثة لكن مع المزيد من الانخفاض على درجات حرارة الليلية الأمر الذي يستدعي طلاب مثلا المدارس في المنطقة الشمالية أو حتى في ساعات الصباح الباكر لمن يخرج في ساعات الصباح الباكرة من الانتباه لبرودة تقس قليلا تصل في الحدود الشمالية إلى 15 درجة نموية في ساعات الليل ودون ذلك في بعض أيضا المناطق المكشوفة والمفتوحة تكون 35-22 درجة نموية مثلا في العاصمة الرياض وهي لا تختلف كثيرا عن يوم الاثنين يوم الأربعاء يتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية في جبال جنوب غربي المملكة كذلك ناتج التطفق لرطوبة قادمة من بحر العرب عبر اليمن باتجاه المملكة هذا الأمر سيعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في جبال جنوب غربي المملكة بمشيئت الله تعالى مع انخفاض درجات تصل إلى 23 درجة نموية المزيد من الانخفاض متوقع في المناطق الشمالية المملكة تصل إلى تقريبا 12 درجة نموية درجة حال الصغرى في الحدود الشمالية تلامس 10 درجات نموية أيضا في مناطق أخرى من شمال المملكة تكون 36 درجة نموية درجة حال العظمى في العاصمة الرياض 34 درجة نموية في المنطقة الشرقية 33 درجة نموية في جدة 29 درجة نموية في تبوك بمشيئة الله تعالى يوم الخميس يتوقع امتداد هذا الحزام الرطوب نحو المناطق الشمالية من المملكة الأمر سيعمل على ازدياد فرص وطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار في مناطق حدود الشمالية من المملكة غير واضح بالضبط هذه المناطق المشمولة كلما اقتربت المدة يمكن تحديد ذلك لكن واضح أن المنطقة الشمالية من المملكة على موعد مع حوال جوية غير مستقرة نهاية هذا الأسبوع تتمثل بفرص لهطول الأمطار الرعدية وازدياد في سرعة الرياح ورضوما أيضا بعض الأتربة المثارة تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة ولا تغييرات جدرية على درجات الحرارة في باقي المناطق نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة الذي يتوقع أن يحمل المزيد من الفرص للأمطار الرعدية في المنطقة الشمالية من المملكة على وجه التحديد في حين تبدأ الأجواء وتعود تستقر في جبال جنوب غرب المملكة وتبقى الأجواء مستقرة في باقي المناطق ودرجات الحرارة تقريبا حوالي 35 درجة نموية مثلا في العاصمة الرياض هذه كانت توقعاتنا بمشيئة الله طبعا للأحوال الجوية لهذا الأسبوع في المملكة أدنتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء